موسيقى من طرف الشرطة القضائية بالأمس بالبرك الحمادي واحد المستوى في كنزل الطموبيلة عن نفتي طوان برح صدفة أنا جيزة من أنت ما بغيت نبرك الطموبيل ديالي أجبرت سيارة ديالها كان عندي شوية الشك في الأرقام ديال اللوحة حيتي ما كانت شمتواجدة في الطموبيل في دك الساعة بالضبط اتصلت بالمحامي ديالي و اتصلت بالطليق يعني دك سيدا اللي هو ضحية هو اللي ضحية هو الضحية ديال الابتزاز و اللي يستعملوا الصور ديالي أنا بشي بتزوه و وينصبوا عليه فكانت تأكيد بأنها فعلا هي الأرقام ديال اللوحات ديال السيارة مع نفس النوع ما الشكل مع كل شي قلي هي هادك قطل الأستاذي وصفي إذن السيدة هي روشيرشي مبحث عنها و وقد هرب للبوليس وقد تتخبى إذن قصنا نتصل بالشرطة قلي وعليه تصل بالشرطة وجاه هو دك الساعة بقينة كانت إنه هاتما تقريبا واحد المدد ساعة اللاروب إلى أن أتت مجرد ما جات جاتي يو الواليدة ديالا بغاية أه بغاية سدي ماري الطوموبيل قلت لما كيني شي أنا لشريفة ما كيني شي غاية يجي والبوليس جو البوليس دك ساعة كانت تصلنا بالبوليس ببوليس يعني سعط له واحد ثلاثة دقائق وجود تخيق ما بين جود تخيق ثلاثة دقائق سكنو جو صفي ألقوا لها القبض للواليدة ديالا تتحجمت لي بغاية تضربني ولكن الحمد لله البوليس كانوا كينين هي بغاية تسهرب بالطوموبيل ديالا ولكن فعلا نعود ما خليناها شراء البوليس كانوا قيمين بالواجب الحمد لله مني طلعس مني هبطوها الابي جي السيدة عيطة الخوتة وعائلتها بغاية تقلب القفة كتقول لهم أنا حصلت حصلت المحامي مع هاد السيدة ديالا المحامي هو الطالق ديالا هذي الكتب اللي بغاية تسحب لها باش دهرها بهاد بهاد لحضرها هذي فبالتالي قالوا للمكين ولو السيدة شريفة انتنا مبحوث عنك عندك عندك مذكرات بحث من طرف النيابة العمى انتنا معتقالة الأم ديالا في ذك الساعة بغاية عودتها هي تعمل قلك بأن بغاية تدمن الشيكاية بأنني ضربتها بأن حنا نزروني ضرباتها ولك شيء كان شيء يسمى الخبرة وكان شيء يسمى كل شيء يسمى الخبرة وكان شيء يسمى كل شيء أم ديالا ترقوا لمشات في حالة وهي بقات مشبره عند الابي جي بيت البرح في ولاية الأمن وصافي في انتظار أنها تدوز عند وكيل جلالة الملك غدا إن شاء الله فعلا ولكن ما تمشي الاستماع حيث باقي عندها تحقيقاتية بزاف يعني الموضوع أكبر مما كنا نتخيل الموضوع كان في الأول سبحان ربي الموضوع كان في الأول لأسس أن السيدة استعملت الصور ديالي وانتحلت الشخصية ديالي السيدة كانت كتتصور رصة وتصور رصة تصور لحمة وتتعرى وتصرد للرجال وتصرد للناس وكتقول لهم أنا هي حنا نزروني يعني الصورة للفيزا كتصورة ديالي والصورة للقوخ كتصورة ديالة هذا هو المشكل هذا هو المشكل ديال كاريتها الكحلة فبالتالي القضية كانت بدأت هيدا ولكن صدقت في أن عند أخياني زوجيا صدقت أنها كانت طلعت من هنا يا توركيا وعند علاقة مع الناس تسوريا وعندما يدعون البنات كي يعملوا ذلك جهاد النكاح مهم شي حاجة غريبة ذك شي غريب ذك شي غريب ذك شي ممكن لأن ما كنا نتصوروا ذك شي شنو هو سبح الله ربي جبل ربي جبل الفضيحة على يدي صح كتدين الناس لسوريا السيدة كانت عندها علاقة مع شي شي شيوخ كد وصل لهم البنات وكد ومهم كتتخلص هي كما قلت لكم في اللقاء السابق يعني شبكة دعاء ودخل فيها ثالث شي هذا البيو شرد لبنات وذلك شي القصة القصة بدأت في الأواخر شهر غشت جيت في الحالة في الحاومة ديالنا كانت صخر سيجا عندي لأس أنه كيعرفني كيهدر معي واتق من رسول أنه كيعرفني وفلانا كيف تينا الحمد لله قلت لي وشن سيتيني جيت تلتي طوانا ما قلت لي شي قلت له شريفة أنا ما كنا عارفك شي قلت لي وممكنش إحنا متفقين للزواج وانا طيتك الفلوس وانا عملت لك وانا صنات لك شريفة أنا ما كنا عارفك شي الله يهديك يعني هذه المرة الثانية مش المرة الأولى المرة الأولية غهدر معي قلت لي جيت ما جيت شي أنا تتحرجت تزيارت يعني أنا بغيتها نختصر ولكن أريدنا درم كامل الهادرة كاملة نهار الأولى نيجا عندي قلت لي انتنا فلانا وجيت تلتي طوانا ما قلت لي شي قلت لي قلت لي لا وانتنا جيت تلتي طوانا ما عملت لك شي حاجة واش أنا حدث الحومة ديالي طبعا بغيت ملكوب بلدك المشكل يعني يجي خاي يجي شي واحد رجل بنتي شي واحد من العائلة غادي شوف ما غادي ما يحمد ما لا يحمد عقبة فقط Francisano بمشي أنا قسعا هنعيط لك قلوا إن قطلة ما عندي شي النمر قال لي لا عندك النمر ديالي قل قل لا ما عندي شي النمر قال لي وقار قايد ما نترس كا نقيkun نمر ما قايد سماوله ومشيت بحالي قصموا راشي حاجة جاصموا لحنود الحومة ديالنا قل بان ذك السيد الأستة فلان فلاني جاكي قلب لك لا جاكي فتشالك قل لك عنده شي شغول معك أنا كان عرفه شي تسيد قل لي جاكي فتشالك قلت له واخه ماشي مشكل فينه تسيد قل لك راه هو وهو قريب تمام قريب في الشارع دينا مشيت كنسقسي الكاتبة طلقني في الزان قلت هو طلقني في الطريق قل لي هانت هنا حصلتك قل لي كيف حصلتني يا الأستد أين كان عارفك شي شاكي قلت لكك تسيق سيدي كاتب حصلتني يا قل لي لش قل لي واش انسيتي لك كامبنتنا واشي واحد بدلك ليا أنا فعلا معدك بالزواج أنا كنحبك أنا 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 رجعتك ان تشاطي معها لهذا المدة طويلة من الشهر المارس وقد كتسب لي في الواتساب وهدي 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 قالوا معجب سيكون تعرفت ماذا عني؟ قالوا إن كنت أعرفت طواله قالوا أنا عندي هاهم الواتسابات ويسوفك وكتبت لك وأسلوبه وأنا لم أعرف نمونا عموما دينا مني 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 مهم هدرنا تندقشنا غوتنا جوا الكاتبة ديالو هذي تصدح ان الكاتبة ديالو هي اللي واراتني ديالو تصادح ان الكاتبة هذي قتلها ديالا حدا اهم كانوا كيش اي شاطيروا معه كتو ننزر他們 كتبه قتل هات السيدة هدي اسمه مهم كيفاش يعرف اغي يعرفني هو باناني انا حانا نزرهني صافي السيد وقال لهم مشكل مع امراته وطلقو هدي قل للكاتبه قل لهم صافي انا غدي نزوج واحد مرة اخرى بقى صغيرة عن زيوناها كيفاش هكيفاش كتبه قبل ان يجب ان يصري الاستاد فريناد العروسة ديالك وإن Labour hejials and his photos isesenaa cdmdcdjgdgdjgdjdjdjdjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ومجرد ما شافتني الكاتبة صردتني لعنده صردته لعندي ثمني بديت كنشرح لهم أنا هو والكاتبة الناس فجأة قلت له ده بخصك الأستد وريني داب هاد المحادثة هاد الناس هادهما السيدة الطاني التليفون دياله وقال لي ها هم الأرقم اللي كنتي كتتصل بي وكان فتش دك الواتساب بس كانش بردك الناس عاملين لي فوتو ديالي في دك الواتساب وكان قلت له شيء أرقم مالي بها علم وما عرفها شيء وما مرشتها باش تهز تصور دلناس ودخل المعالجة الإلكترونية و باش تدخل انتنا للفيسبوك دلناس ودمن لهم تشهر وبالتالي تسيدة يعني ما وقت توقف لاتشيات سيدة دي كددخل بباش ديالي الفيسبوك وصبح الله هاده 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 هو النقطة اللي شبروها من البوليس وعرفوا هاش كوني يزادوا كميلوا باش عارفوا هاش كوني وطلق كوني مع الرجل المجواج تسبب تلافطلاق يا متلا مشاكيلا متلا اتصارا لي حتى ان عاده هاده ابتا كيفهين اتصارا لي انا تسبب لي في مشاكيل عائلية من السيد اللي كونت غادي نجوج به تسبب لي في ماشاكيل مع عائلتي مع اخوتي، مع الناس اللي كي عارفوني، تسبب لي في مشاكيل مع لكليونت ديالي تسبب لي بمشاكل مع الناس لي كي يعرفوني وكي تيقوا فيها شي مخصوشي مور ميرار الكيرم